لكن أحبائي باختصار حاجة الكنيسة اليوم أن تركز على احتياجات الحاضر إحنا في زمن فيه وبأ في زمن فيه انهيارات سواء اقتصادية أو سياسية اجتماعية أسرية شو دور الكنيسة أنا بتعجب على الكنيسة اللي بتختفي وبتبتعد عن الاجتماعات وكأنه عملة زوم يعني اجتماع على الزوم اللي على فيسبوك خلاص أكملنا كل بر وكل واجب وكان الله بالسر عليم لا أحبائي فيه أمامنا دور مهم في هذا العالم الكنيسة لها دور دور الإسعاف دور المدرسة دور المستشفى دور الكرازة دور الأخبار الصارة انتشال الهالكين اطعام الجائعين اسقاء العاطشين رجاء لليائسين عزاء للبائسين تعضيد لكل الساقطين الكنيسة لها دور كما بنهتم بالخراف وبالرعاية لنا دور أحبائي في هذا الحاضر بتعني أحبائي شو اللي بصير يعني احنا بشاهدونا في كل انحاء العالم الكنيسة في الغرب أحبائي دخل فيها روح العالم للأسف كل الأنظمة في الغرب يعني كل الأنظمة سببت تعب سببت إعياء شديد سببت تعب روحي عم بتسبب الهموم عم بتسبب الضغوطات وهي وضع الكنيسة فإذا بيكون عندك ضغوطات ضغط ضغط كل يوم ضغط 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 مادي ضغط أسري ضغوطات وهموم ضغوطات وهموم بتعدش تركز كيف بدك تخدم تحت كل هالضغوطات وبعدين عندك الميديا كلها صارت ضد المسيح وعندك كل الأنظمة اليوم يعني في كل نظام بتلاقيه ضد المسيح والأفلام ضد المسيح والميديا ضد المسيح والحكومات ضد المسيح والأنظمة ضد المسيح كل شيء عم بيتحاول تطبق ولو هو ما فيش ديانة تانية يشتغلوا عليها إلا بس المسيح قال يسوع أبغضوني بلا سبب بعدين يعني واو يعني الرب يسوع المسيح فعلا لو ما قالنا إنه رح يضطهدوكوا رح يستهزوا فيكوا رح يقتلوكوا رح تكونوا مزدرة رح تكونوا يعني وسخ العالم مثل ما قال بولوس وكل هذا عم بتحقق هاي من ناحية الغرب خلاص يعني كتر الضغط بيحول عينيك عن النظر إلى يسوع المسيح طب وشو معنا في الشرق؟ اشتركوا في القناة